مرحبا وضحياتي لجل الماركس الغربي ماركس الثاني ماركس القرد العشرين ماركس علم الجمال أهم فيلسوف ماركسي بعد ماركس فهذه بعض من الألقاب التي تطلق على الفيلسوف الكبير وعلى الناقد الأدبي الكبير المجري جورج لوكاتش طبعا لوكاتش أو لوكاتش بحسب اختلاف طريقة النطق ما بين المجرية والإنجليزية فلوكاتش أو لوكاتش على العموم هذا الهرم الفلسفي الكبير جدا وواحد من الفلاسفة الذين تركوا الأثر الكبير على مجمل فلسفة القرن العشرين لأن لوكاتش واقعا يمثل منبع أساسي من منابع الفكر المعاصر ومختلف اتجاهات الفكر المعاصر على رغم من عدم تسليط الضوء الكافي على قيمته الفلسفية الكبيرة يعني سواء أثناء حياته أو حتى بعد مماته وطبعا الحديث عن قامة كبيرة جدا بحجم لوكاتش حديث لا يخلو من صعوبة كبرى لأننا في الواقع أمام مفكر موسوعي مفكر متشعب أمام كاتب غزير الإنتاج ألف وكتب وحلل وقدم طبعا آراء وأطروحات ونظريات وأفكار وفي عديد المجالات من الفلسفة إلى النقد الأدبي إلى النقد الفني إلى علم الجمال طبعا إلى علم السياسة إلى مجال الرواية إلى علم التاريخ إلى علم الاجتماع إلى علم الأخلاق وعلم النفس وغيره من مجالات كثيرة جدا ولذلك سأحاول أن أقدم ولو مجرد نبذة عن لوكاتش عن أعماله عن سيرته وطبعا سنمر على شيء من فكره لكن وقبل أن نستعرض محطات أساسية من حياة لوكاتش من المهم هنا وعلى سبيل التمهيد أن نوضح أن حياة لوكاتش كانت حياة حافلة حياة حافلة سواء كإنسان أو حتى كفيلسوف وحتى كمناضل سياسي في صفوف الحزب الشيوعي ولأكثر من خمسين سنة يعني هو انتسب إلى الحزب الشيوعي لوكاتش انتسب إلى الحزب الشيوعي المجري في عام 1918 وظل عضوا فيه إلى حين وفاته يعني في سنة 1971 وطبعا خلال كل هذه الرحلة الحافلة عرف لوكاتش نجاحات كثيرة جدا وإخفاقات كثيرة ودخل في سجالات هو أحيانا عنيفة يعني حتى مع الماركسيين ولذلك يعني لا يمكن اختزال حياة لوكاتش ببضعة دقائق ولذلك يعني سنحاول أن نمر على بعض هذه المحطات ولو بسرعة يعني من دون الغوص في التفاصيل ولنقول بداية أن جورج لوكاتش ولد في بودابيست في عاصمة المجر في سنة 1885 وجورج لوكاتش طبعا يهودي يعني ولد لعائلة يهودية وبعد أن أتم الدراسة الثانوية التحق بالجامعة بداية في المجر ومن ثم سافر إلى ألمانيا والتحق هناك بجامعة برلين طبعا بهدف دراسة الفلسفة وفي ألمانيا تعرف على شخصيات كثيرة جدا على شخصيات سيكون لها دور بارز وستكون لها أو ستعرف بعد ذلك مستقبلا سيكون لها شأن في عالمي الأدب والفكر يعني كمثل الفيلسوف الألماني الكبير هوسرل كمثل الفيلسوف الألماني الآخر الكبير ياسبرز كمثل ماكس فيبر كمثل الأديب الكبير توماس مان إضافة لآخرين طيب في سنة 1908 نشر لوكاش أول كتاب له وكان بعنوان تطور الدراما الغربية وبعدها بسنتين نشر كتاب الروح والأشكال والذي يعتبر يعني بشكل بشكل من الأشكال هو باكورة انتجات لوكاش بعدها نشر كتاب نظرية الرواية وهكذا إلى أن أتت سنة 1923 ففي هذه السنة نشر لوكاش واحد من أهم كتبه هو أكثرها إثارة للجدل وهو كتاب التاريخ والوعي الطبقي وبعد أن نشر لوكاش هذا الكتاب كما يقال قامت الدنيا ولم تقعد فتعرض لانتقادات عنيفة جدا خاصة من داخل الاتجاه الماركسي فاتهم بأنه يحرف الماركسية قيل بأنه مثالي في تفكيره قيل بأنه يمزج المثالية مثالية هيجل بمادية ماركس إلى غير من انتقادات عنيفة جدا وبعد عدة سنوات طبعا سيقوم لوكاش بما يشبه النقل الذاتي وسيبرر الأمر قائلا بأنه بما معناه كان في تلك الفترة في بدايات حياته الفكرية ورغم أنه كان ماركسيا قلبا وقالبا إلا أنه أيضا كان تحت تأثير عدة اتجاهات فلسفية كانت موجودة في حينه كمثل القنطية جديدة الهيجلية جديدة وجودية كيركاكارت في مكاننا إلى آخر أيضا من المهم أن نذكر أنه في فترة الحرب العالمية الأولى طبعا حدث اضطراب وإرباك في الفلسفة وفي الموقف الفلسفي بشكل عام على وقع دوي أصوات المدافع والكوارث وسفك الدماء فانقسمت الأراء الفلسفية في حينه فهناك فريق رأى بأن الحرب قضت على كل تفكير ميتافيزيقي وبالتالي العودة إلى الميتافيزيقة أصبح أمر مستحيل العودة إلى الأبحاث الميتافيزيقية هو أمر غير ممكن في حين أن فريق ثاني لا على العكس قال بأن الوقت قضحان أمام كل هذا جنون للعودة إلى الدين وللعودة إلى الميتافيزيقة فيما اتجه فريق ثالث إلى فلسفة نيتشي الناقضة لمرحلة الحداثة وأيضا اتجه آخرون إلى النزع العدمية فيما لوكاتش نقول لا شق طريق آخر في الواقع رغم كونه ماركسيا اتجه نحو هيجل وأنحو فلسفة هيجل وحاول أن يقدم مزيج ما من الهيجلية والماركسية لكن بعد ذلك طبعا أتت الثورة البلشفية في روسيا في عام 1917 ومثلت وميض أمل للوكاتش الذي أيدها منذ البداية ورأى فيها طريق لخلاص البشرية من البؤس والاستغلال والرأس مالية وفي هذه الفترة أيضا أقام لوكاتش صالون ثقافي في بودابيست ضم عدد من الوجوه الثقافية والفكرية المعروفة وهكذا إلى أن أتت سنة 1930 فشهد عام 1930 تغير مهم في حياة لوكاتش الفكرية تحديدا عندما زار الاتحاد السوفيتي السابق وقام في موسكو وعمل هناك في معهد ماركس وإنجليز للأبحاث وهذا العمل في هذا المعهد أتاح له الاطلاع على كل المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لماركس وبعدها اعتبر لوكاتش بأن هذه المسألة بالتحديد هذا الأمر بالتحديد صحح له الكثير من الأفكار المسبقة ذات الطابع المثالي التي كانت لديه والتي تظهر طبعا في عديد الأعمال أو في عدة أعمال له وبعدها عاد إلى المجر ومنها إلى ألمانيا التي عاد وغادرها بعد صعود نجم النازية فكان أن توجه مجددا إلى الاتحاد السوفيتي وكان ينشط خلال هذه الفترة هناك في معهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية وبقى في الاتحاد السوفيتي إلى حين انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها عاد إلى بلاده إلى المجر وبعد فترة وجيزة عين كأستاذ لعلم الجمال في جامعة بودابيست وبدأ بنشر دراسات نقدية وأدبية قيمة يعني قدم من خلالها نظريات عديدة في مجال الرواية في مجال الأدب أيضا تناول من خلالها أسماء أدبية كبيرة جدا كمثل تلك الدراسة عن الرواء الفرنسي الكبير بلزاق أيضا كمثل دراسة أخرى وكل دراسة هي كتاب في الواقع كمثل كتابه عن الرواء الفرنسي الآخر ستاندال أيضا عن إيميل زولا أيضا قدم كتاب حتى عن ماركس وإنجليز كمؤرخان للأدب أيضا نشر كتاب هيجل الشاب كتاب جوتي وعصره كتاب موجز تاريخ الأدب الألماني وغير من أعمال ذات طابع أدبي نقدي وخلال السنوات القادمة في حياة لوكاش ستدور جدلات كبيرة جدا حول مؤلفاته خاصة تلك المرتبطة بالفلسفة الماركسية والتي ستتهم يعني كما ذكرت قبل قليل بأنها تحابي الفكر المثالي في مكان ما وبأن فيها نفحة أو نفس برجوازي بشكل أو بآخر وسنرى بأن لوكاش سيقدم حتى بعض التنازلات وسيقوم في عدة مرات بما يشبه النقد الذاتي لبعض الملامح المثالية الموجودة فعلا في أعماله وهكذا إلى أن أتت سنة 1956 ففي هذه السنة أسس لوكاش مع رفاق آخرين اللجنة المنظمة للحزب الشيوع الهنغاري الجديد وقام الثورة في هنغاريا ووصل الحزب الشيوع إلى الحكم وعين لوكاش بعد الثورة كوزير للشؤون الثقافية طبعا في الحكومة الشيوعية الأولى إلا أن تلك التجربة لنقل انتهت بسرعة فكان أن أبعد لوكاش إلى رومانيا كمثل نفيه إلى رومانيا وبقي في رومانيا لسنة واحدة طبعا عاد بعدها إلى بلاده وبعد هذه العودة الثانية انشغل بالتأليف بالكتابة بالنشر وبالفعل قدم مجموعة مهمة جدا من الأعمال ربما يأتي على رأسها كتابه الضخم أنتولوجيا الوجود الاجتماعي أنتولوجيا الوجود الاجتماعي وهكذا انشغل بالشؤون الفكرية والأدبية إلى أن توفي في سنة 1971 في بودابيست وكان عمره 86 سنة وفي الواقع لو أردنا أن نفصل ولو قليلا في محطات حياة لوكاش الحافلة والصاخبة فحتى هذا التفصيل الضئيل هنا كما ذكرت في البداية سيحتاج ربما إلى ساعات وربما إلى أيام ولذلك سأكتفي بهذه النبذة عن حياة لوكاش لنتحدث في الحلقة القادمة عن أعماله ولنستعرض يعني معالم من فكره ومن فلسفته وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر